الدراسة في جامعة السوربون أو باريسا الثالثة أو التقاط صور أمام برج إيفيل وغيرها من الصور والأفكار التي حلم بها السوريون وهم يتحدثون عن فرنسا غير أن هرابهم من الحرب باتجاه الجزر الفرنسية سرعان ما كشف عن صورة أخرى لهذا البلد صورة لا تعني غياب إمكانية إشباع الأحلام وإنما صعوبة تحقيقها فمدينة باريس التي كانت مضرب مثل للعيش الراقي باتت حلما لعدد كبير من اللاجئين في ظل الغلاء وشروط اللجوء التي دفعتهم للانتقال إلى الريف الفرنسي البعيد لم يكن موضوع تعلم اللغة الفرنسية بالأمر اليسير أيضا فكبار السن غالبا لا يلتزمون بالساعات المخصصة للغة وهو ما عقد من معاناتهم كما أشار لذلك تقرير جديد نشر على موقع تلفزيون سوريا إذ يبين التقرير أن عدم تكلم اللغة الفرنسية أدى باللاجئين إلى عدم تمكنهم من الاندماج اقتصاديا وحتى اجتماعيا في فرنسا وبعد أن كانت مثالا للعيش والنجاح يحلم لاجئون سوريون اليوم بهجرها والانتقال إلى بلد آخر فالالتقاط صور إيفل أو السير في شوارعها القديمة قادر على حد تعبير اللاجئين على لم شمل عائلاتهم في ظل تعقيد الإجراءات بفرنسا مقارنة بجزيرة ميركل الأحلام في إشارة إلى ألمانيا ويبقى السؤال هنا من يتحمل ما آلت إليه علاقة السوريين بباريس من عشق وواله إلى جفاء وهجران هل هو السوري الذي لم يستطع مخاطبة الحبيبة بلغتها أم لكون أهلها ينظرون إليه بوصفه غريبا ولا مكان له إلا في هوامش المدينة